الجزء الثامن من الكاف الشريف وطبعة دار التعارف بيروت لبنان إنها خطبة من خطب أمير المؤمنين تبدأ في الصفحة السابعة والخمسين وتستمر إلى نهاية الصفحة التاسعة والخمسين رقم الحديث 22 إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يحدثنا بهذه الخطبة العلوية الشريفة الخطبة طويلة أنا سأذهب إلى موطن الحاجة منها أمير المؤمنين يظهر أسفه على عاقبة شيعته وماذا سيجري عليهم من أيديهم هكذا يقول سيد الأوصياء وَوَا أَسَفَا وَوَا أَسَفَا وَوَا أَسَفَا وَوَا أَسَفَا من فعلات شيعة من أيديهم وَوَا أَسَفَا من فعلات شيعة من بعد قرب مودتها اليوم يتحدث عن أيامه لا يتحدث عن عامة الناس ولا يتحدث عن العراقيين عموماً في ذلك الوقت إنما يتحدث عن شيعته وَوَا أَسَفَا من فعلات شيعة من بعد قرب مودتها اليوم كيف يستذل بعدي بعضها بعضاً إذلال كيف يستذل بعدي بعضها بعضاً وكيف يقتل بعضها بعضاً ويا أمير المؤمنين قد رأينا ذلك بأم أعيننا ولازلنا نراه على أرض الواقع خصوصاً في بلاد الرافدين ووأسفاً من فعلات شيعة من بعد قرب مودتها اليوم كيف يستذل بعدي بعضها بعضاً وكيف يقتل بعضها بعضاً هذه الخطبة مثل ما قلت لكم ليست موجهة للعراقيين إنها موجهة لشيعته فهذه الخطبة خطبها أمير المؤمنين بالمدينة مثل ما يحدثنا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه خطب أمير المؤمنين بالمدينة فحمد الله وأثنى عليه إلى أن يصل بنا الكلام إلى هنا ووأسفاً من فعلات شيعة من بعد قرب مودتها اليوم كيف يستذل بعدي بعضها بعضاً وكيف يقتل بعضها بعضاً المتشتتة غداً عن الأصل الأصل هو الإمام المعصوم القرائن في الخطبة كلها فإن الإمام يتحدث عن زمان الفتن الشديدة وزمان الفتن الشديدة هو زمان الغيبة الطويلة والتي يقول فيما يقول عن أحوالها أمير المؤمنين في الخطبة نفسها في صفحة التاسعة والخمسين ولعمري ليضاعفن عليكم التايه من بعد أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل إنها متاهة الشيعة زمان الغيبة الطويلة ومن أيديهم من أيديهم وأسفاً من فعلات شيعة من أيديهم ولعمري ليضاعفن عليكم التايه من بعد أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل أعود إلى كلام أمير المؤمنين الذي ما أكملته وهو يتحدث عن شيعته المتشتتة غداً عن الأصل يا علي يا علي النبي يخاطبه أنت أصل الدين فأصل الدين هو الإمام المعصوم الشيعة ماذا فعلت في زمان الغيبة الطويلة تشتتت عن إمام زمانها ومر علينا الحديث عن أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه كاره للواقع الشيعي مثل ما بيّن ذلك في الرسالة الثانية التي وصلت إلى الشيخ المفيد سنة أربعمية واثنعاش والمفيد توفي سنة أربعمية واثنعاش في هذه الرسالة أعني في الرسالة الثانية التي وصلت إلى المفيد من الناحية المقدسة تحدث إمام زماننا عن كراهته للواقع الشيعي أمير المؤمنين قبل أن يتحرك إلى العراق في المدينة يتحدث عن شيعته عموما وهذا الكلام ينطبق بنحو أدق بنحو أوضح على شيعة العراق قبل أن ينطبق على شيعة أمير المؤمنين في البقاع الأخرى فالإمام في المدينة يتحدث عن شيعته ولم يكن له في المدينة من شيعة كثيرين إنما شيعته كانوا في العراق حتى قبل أن ينتقل إلى الكوفة سلمان المحمدي سلمان الفارسي مهد لأمير المؤمنين ما مهد حينما كان واليا على المدائن وكذلك حذيفة ابن اليمان الذي صار واليا على المدائن بعد وفاة سلمان الفارسي مالك الأشتر ومن معه من رجال أمير المؤمنين كانوا في الكوفة الكوفة كان فيها من الشيعة بنحو أكثر مما كان لأمير المؤمنين من شيعة في المدينة فهو حينما يتحدث هنا في المدينة هو يشير إلى شيعته في العراق لا يشير إلى كل العراقيين وإنما يشير إلى شيعته في العراق وإن كان يتحدث في المدينة المتشتتة غدا عن الأصل والشيعة في كل مكان تشتت عن إمام زمانهم الذي هو أصل الدين فالدين وأصل الدين رجل هو الإمام كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في الرسالة التي كتبها بخط يده جوابا على أسئلة بعث بها في رسالة المفضل بن عمر إلى إمامنا الصادق صلوات الله عليه المتشتتة غدا عن الأصل النازلة بالفرع يبحثون عن الفروع أكانوا على حق أم كانوا على باطل يتركون الأصل ويتمسكون بالفرع حتى لو كان علماء الشيعة على الحق فإن التمسك الشديد بهم كالتمسك بالإمام المعصوم لا يريده أئمتنا صلوات الله عليهم أئمتنا وجهونا إلى التمسك بهم أما أن نتمسك بعلمائهم الذين لا وجود لهم بيننا هؤلاء الذين يقال لهم علماء الشيعة هؤلاء علماء الشيعة علماء شيعة العلماء الشيعة الشيعة المراجع العلماء الذين يتصفون بالأوصاف التي يريدها إمام زماننا لا وجود لهم بيننا على الأقل أتحدث عن معرفتي بالواقع الشيعي أكنتم توافقونني أم أنكم لا توافقونني في الحقيقة لا أعرف شخصا في الجو الحوزوي في النجف وغير النجف تتوفر فيه صفة واحدة من الأوصاف التي يريدها إمام زماننا ما أعرفه أن مراجع النجف وغير النجف من مراجع الشيعة أوصافهم بالضبط تناقض الأوصاف التي يريدها إمام زماننا بدرجة مئة بالمئة على الأقل هذا من وسط نظري المتشتتة الحديث عن الشيعة المتشتتة غدا عن الأصل النازلة بالفرع تبحث عن الفروع إما أن تتمسك بهاشمي بعلوي لأنه ينتسب إلى أمير المؤمنين وما هو على منهجه هو مرجئي بتري أكان معمما أم لم يكن معمما لأنه إن كان من الأحزاب القطبية فالأحزاب القطبية أحزاب مرجئية بترية مقصرة هي مرجئية من جهة مرجعية النجف مرجعية الطوسي ومرجئية وبترية وناصبية من جهة قطبيتها القذرة فهذه هي الحالة الموجودة في واقعنا الشيعي الحديث عن الشيعة المتشتتة غدا عن الأصل تشتت عن إمام زمانهم ومر علينا في الحلقتين الماضيتين كيف أن المرجع الأعلم الذي عينه السيستاني من بعده على أنه الأعلم لا يفقه شيئا في شؤون إمام زمانه وفيما يرتبط بغيبته وظهوره ولا يفقه شيئا فيما يرتبط بمعرفة الإمامة ومقام الإمام صلوات الله وسلامه عليه الهراء الذي ذكرته لكم في الحلقتين الماضيتين إذا كان حال الأعلم هو هذا فما هو حال القطبيين في الأحزاب الشيعية الدينية السياسية القذرة المتشتتة غدا عن الأصل النازلة بالفر المؤمنة الفتحة من غير جهته يتوقعون أن النجاح وأن الفلاح وأن الصلاح يأتي من هنا المرجعية صمام الأمام يتوقعون أن الفتح من هنا ولا يعلمون أن الضلال بكله قد جاءهم من هنا المؤمنة الفتحة من غير جهته كل حزب منهم آخذ بغصم بفر أينما مال الغصن مال معه تركوا الأصل وذهبوا إلى التفاريع ذهبوا إلى الغصون التي ربما كانت مصابة كانت مريضة كانت قريبة من أن تسقط على الأرض كانت قريبة من الجفاف وربما جفت كانت ذابلة فهي لا ترتبط ارتباطا صحيحا بأصلها هذه هي الغصون التي يتحدث عنها أمير المؤمنين إنها الغصون المتكسرة على الأرض إنها الغصون المتعفنة اليابسة الذابلة التي لا تتصل اتصالا صحيحا بالأصل بحيث أن طعامها أن ماءها أن أملاحها تصل إليها ووأسفا ووأسفا من فعلات شيعة من بعد قرب مودتها اليوم كيف يستذل بعد بعضها بعضا وكيف يقتل بعضها بعضا المتشتتة غدا عن الأصل النازلة بالفرق المؤملة الفتحة الفتحة من غير جهته كل حزب وتقرأ أيضا كل حزب بحسب التقدير والإعراب كل حزب منهم آخذ بغصن أينما مال الغصن مال معه والنتيجة هي هذه مثل ما يقسم سيد الأوصياء ولا عمري ليضاعفن عليكم التيها من بعد أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل وهذا الأمر يشتد شيئا فشيئا كلما قاربنا عصر الظهور الشريف من مجموع الأحاديث والخطب والروايات فإن المرجئة هي التي ستهيمن على الواقع الشيعي ومن رواية إمامنا الجوادي التي حدثنا بها عبد الأعلى الحلبي وقرأت ما قرأت عليكم منها فإن الكوفة تسيطر عليها المرجئة ومن هنا يخندقون الخنادق المخندقة ويبايعون السفياني ويجمعون شيعة العراق وبعد ذلك يخرجون لقتال إمام زماننا فاحذروا من مرجئة الكوفة وتفحصوا عقائدهم بأنفسكم إن لم تصدقوا كلامي واختبروهم من طريق أن تسألوهم سلوهم سلوا أولادهم سلوا أكلاءهم سلوا تلامذتهم قرأوا كتبهم ادخلوا على مواقعهم الألكترونية إذا فسح لكم المجال أن تسألوهم هم قد لا يفسح لكم هذا المجال أعرفوا حقيقتهم فإذا ما عرفتم أنهم مرجئة بترية مقصرة إنهم نواصب أشيعة فاحذروهم على دينكم سيضلنونكم وسيصنعون منكم حشدا مقدسا لحرب إمام زمانكم مثل ما يضحكون عليكم الآن ويدفعونكم لحرب قناة القمر التي تعرض لكم حقائق معارف العترة الطاهرة ترجمة نانسي قنقر